تفكر تدبر تأمل مليا بصنع الإله القدير المليك فهذه السماوات ذات البروج صحار تناهات وبحر يموج وبر وروض كسته المروج وماء رقيق وصخرا سميك وكل الذي في الوجود تراه دليل على أنه الواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الجن عالم من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعبادته كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وجعل لهم صفات خاصة يتميزون بها عن صفات الإنس ومن ذا ومن تلك الصفات أنهم يروننا من حيث لا نراهم كما قال تعالى عن إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم خصائص كثيرة فمع تخفيهم واطلاعهم على أحوالنا دون أن نطلع على أحوالهم أعطاهم قوة على الانتقال من مكان إلى مكان وعلى مزاولة أعمال وتصوير أشياء والقيام بحركات ليست في بقدور البشر لذلك فإن البشر أكبروا الجن واستعظموهم وصارت لهم في نفوسهم هيبة وصار بعض الإنس يتقون شرهم بالتقرب إليهم والاستعادة ببعضهم من شر بعض بما أنهم في زعم أو في ظنون بعض البشر البعض شرير والبعض خير فكانوا يلوذون ويستعيذون بمن يظنون أنهم أخيار ليقوهم من شر الأشرار والحقيقة لا شك أن في الجن أخيار وأشرار لكن بما أنه عالم غيبي لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن هذا من الأخيار أو هذا من الأشرار لأنه ليس لسنا نرى وسائل المعرفة بهم ليست متوفرة لدينا لذلك فينبغي أن لا نسرف في تضخيم شأنهم ولا في الثقة بأن منهم أخيار ويمكن لهؤلاء الأخيار أن يعينونا على بعض ما نريد ولكن الذين لم يستنيروا بنور الوحي تجاوزوا هذا الأمر وأعظموهم حتى صاروا يعبدونهم من دون الله ولذلك فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قال نزلت في نفر من العرب في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وفي رواية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستسلمت الإنس واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت هذه الآية هذا نص واضح على أن قوما من المشركين العرب الجاهليين كانوا يعبدون الجن شهد بها القرآن حسب تفسير وتوضيح عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إذن فكون هؤلاء المشركين يعبدون الجن هذا أمر ثابت لا شك فيه كيف يعبدونهم؟ غالباً يعبدونهم خوفاً من شرهم كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً كيف؟ قال إن هؤلاء الإنس إذا نزلوا وادياً أو نزلوا صحراء وبيداء موحشة قالوا نعوذ بكبير هذا الوادي من شر قومه تنبه الجن إلى أن الإنس يعظمونهم ويخافون منهم فبدأوا يرهقونهم يرهقونهم بالإضلال والإيقاع في الأخطاء وفي الإنخرافات أو بالطلبات يطلبون منهم الفداء ويطلبون منهم الذبائح ويطلبون منهم أن يقدموا لهم أشياء أو أنهم يفتنونهم فيما بينهم البين فصار واضح وثابت أن الجن قد عبدت من دون الله تبارك وتعالى وعبادة الجن هذه قطعاً القرآن قضى عليها أو ضحى بطلانها وإتثى شجرتها لكن بقي أو دخل الشياطين من جهة أخرى في الأمة دخلوا من جهة الكهانة والعرافة والسحر كما سيأتي دخلوا من هذه الجهات ليوهموا هؤلاء السحر والكهنة والعرافون يوهنوا الناس بأن الجن تعبث بحياتهم وأنها قادرة على أن يسعدوا بعض الناس ويعطوهم ما يطلبون وما يشتهون أو أن يشقوا بعض الناس ويسلطوا عليهم الآفات والمصائب والأمراض وغير ذلك فإذا جاء هؤلاء الناس إلى عند هذا التعراف أو عند هذا الكاهن قال لهم أنه نعم أنا عندي لك علاج لكن أريد منك أن تذبح ذبيحة ودون أن تسمي الله عليها وتضعها في المكان الفلاني في الشعب الفلاني في الكهف الفلاني عند الحجرة الفلانية أو الشجرة الفلانية ما هي هذه الذبيحة التي يذبحها إنها قربان للشيطان قربان للجن إذن فلا زال الجن يُعبدون من هذه الناحية ما في أحد الآن يسجد للجن إلا إن كان يريد منهم مثل السحرة والكهنة الذين يريدون أن يعقدوا معهم صفقات كبيرة بحيث أن الجن تخدم خدمات يضل بها الناس أما عوام من الناس فليس منهم من يسجد للجن وليس منهم من يدعو حتى الجن لأن يعرفون أو وضع في بالهم أن الجن والشياطين إنما هي خلق سيء قبيح مؤذي لكن جاءت الفرصة بأن يتقرب إليهم يعبدوهم اتقاء لشرهم ووسيلة العبادة هي الذبح لهم من دون الله تبارك وتعالى بدليل أنهم عندما يذبحون هذه الذبائح لا يسمون الله سبحانه وتعالى عليها ولو أنهم سموه لما نفعت هذه الذبائحة أسأل الله عز وجل أن يجنبنا ويكفينا شرور الإنس والجن ممن يعملون على الإضلال والإيذاء وأن يختم أو أن يثبتنا على الحق إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين دليل على أنه الواحد